اشتركوا في القناة هذه الامسية سنجنح ان شاء الله مع شاعرين جميلين سنفتتح الامسية بسرعة لاننا سوف نكون على عجالة الوقت لاننا لن يسعفنا الوقت في تقديم اي من المقدمات ندرك اهمية الشعر فقط حينما تأخذنا ارواحنا معها الى عوالم تتفتح فيها اللغة كتفتح الازهار العاطرة كطاقة مبدعة تضفي على جهاتها لحظة الانتشاء لا لضرورة تملأ الفراغ بل لحاجة ملحنة تلمس سماواتها المختلفة والتي قد تشبهنا في كثير من الاحيان هذه الامسية الليلة نجنح مع شاعرين جميلين الشاعر الاول استاذ علي مكي الشيخ لن اعرف سيرته الذاتية فسيرته الذاتية الشعرية هي ما تهمني في هذه العجالة السريعة هو شاعر مطبوع بالدهشة واللغة ومتمكن من ادواته الشعرية هكذا ساعرفه وايضا الشاعر الجميل الواعد الشاعر حسن نحليل شاعر جميل يمتلك من اللغة ما يمتلك لديه شعر كلاسيكي جميل ايضا لديه من الصور المحلقة واستطيع اقول انها من جذور الشعر العربي وله ايضا ذاكرة جميلة هكذا ساعرف ايضا الاخ حسن نحليل او الشاعر الجميل حسن نحليل في الجولة الاولى سوف نستعرض الى خمس دقائق تجربة لرابطة تمائم وهي تجربة حضورهم بمهرجان جمعية الرصد الام بمراكش فسوف نقططف هذا الوقت من وقت الامسية لاستعراض كيف نشأت هذه الرحلة وكيف تمت هذه الدعوة لهذه الى دولة المغرب الشقيقة في الاول كان هناك على اثر مهرجان القاهرة للثورة والابداع في عام 2011 في شهر يناير كان هناك في مهرجان مهتم بالقصائد التي كتبت عن الثورة وعن ثورة مصر بالذات حضرت في هذا المهرجان باستضافة من جمعية او من دار الكلمة نغم من بعد الحضور هذا طبعا تشكلت تشكلت صداقات كبيرة بين الشعراء حضينا بهذه الصداقات مع الكثير من الشعراء في الدول العربية من ثم طبعا اتتت الصداقات باستضافات في البلدان الاخرى قدمت لنا تقريبا اربع استضافات منها تونس ومصر ايضا مرة ثانية واستضافتين في المغرب لاننا فضلنا ان نذهب الى جمعية الراصد الام في مراكش في قلعة السراغنة طبعا اسسنا الى الذهاب في ان دعونا الشعراء في رابطة تمائم واستعدى تقريبا خمسة شعراء للذهاب الى المغرب وتمثيل المملكة العربية السعودية القطيف محافظة القطيف المغمورة خارج الوطن والتي لا يصلت الضوء عليها في اغلب الاحيان الا ان تمكن الشعراء وهم الاستاذ رائد الجشي الاستاذ محمد الحمادي الاستاذ علي الناصر الاستاذ هادي رسول وايضا محدثكم فريد النمر من المشاركة في المهرجان وعلى ايضا هامش المهرجان كان كثير من الفعاليات ايضا شاركوا فيها فاخرجوا كل ما عندهم من الشاعرية التي ابهرت الشعراء المغاربة فتقريبا نستطيع الى درجة ان يتفوه احد الشعراء بانه ليت لي هذا الشعر ايضا محمد الحمادي كان يلقي قصيدة فيتمنى شاعر من المغرب ليت لي هذه القصيدة الى هذا المستوى كان اعجاب كبير ايضا كان المهرجان في تحليق كبير من الشعراء جميعهم يعني بدون استثناء كان في تحليق كبير ايضا حضينا بعضوية دائمة في الجمعية في المغرب لاستضافة شعراء كل عام كعضو دائم في المغرب في حضور الفعاليات والامسيات لعل هذا باقتضاب سريع لكي لا نسرق الوقت من الشاعرين الجميلين نبدأ مع الشاعر علي مكي الشيخ في اول الجولة فليتفضل مساء الشعر جميعا الداخلي الى دهليز هذا العالم المتأجج بالشعر والأدب وفي هذه اللحظة لا بد ان يمر على ردهة من ردهات هذا الدهليز ويطل من خلال كوة من كوة هذه الردهة ايضا على ما يعتلج ويعتمل داخل داكرته وداخل مشاعره فيقف وقفة اجلال ووقفة احترام مع كل الاسرى مع كل المعتقلين من الشعراء والكتاب والمبدعين وكل من حمل همى الارض والوطن والحب والناس جميعا فهنا استحضر الشاعر حبيب المعاتيق وبقية الاخوة ورفقة الزنازين ورفقة الاعتقال ونقف وتمنيت لو اني وسعفت ان اكتب شيئا عن هذه الرحلة المظلمة ولكن لم اوفق فابدأ بشيء مما يشي بهذه الاعتلاجات والاعتمالات فمقطوعة مرآة تستر الحزن وقبلها اقدم لها ببيتين لا تكتبوا فوق تابوتي انا عربي لا تكتبوا فوق تابوتي انا عربي كي لا يحرّض هذا العار هم ابي كل الحقائق في اوطاننا لهثت حتى على الصدق محسود فملكذبي مرآة تستر الحزن وطني وطني وابحث عنك في اجزائي وهربت من الف الضياع ليائي فاتشتني علي اراك فلم اجد قدمي ولا وجعي ولا اسمائي ولبستني ولبستني كي استر العار الذي الرفاق ابكيك لكن الرفاق تنبأ لمحوك بين مدامعي وبكائي ضاع التفاصيلي فلم ار لي فمن الله حتى الصمت من اعدائي ضاع التفاصيلي فلم ار لي فمن الله حتى الصمت من اعدائي من اين لي ضاع التجاعيد الاسى وبقيت بين زوارق عميائي حتى الصحارة لم تكن كشهيتي ارأيت صحراء بلا صحراء حتى الصحارة لم تكن كشهيتي ارأيت صحراء بلا صحراء وطني وكم حن التراب لاصله والماء كم يشتاق نبض الماء وطني حتى الصحارة لم تكن كشهيتي ارأيت صحراء بلا صحراء وطني وكم حن التراب لاصله والماء كم يشتاق نبض الماء صادرت امتعتي وبعت حقائبي حتى فمي ما عاد من اشيائي صادرت امتعتي وبعت حقائبي حتى فمي ما عاد من اشيائي ورفضتني حتى ابتكرت لأحرفي جملا تليق بزلة الشرفاء وطني وسجنك دون باب مقفل ارأيتم وطنا بلا سجناء السجن ان تبقى بغير هوية والذنب انك من حكايا اللاء مدرسة الاباء وبعض لا يكفي لهدم شهية الاقصاء انا للنخيل الباسقات سانتمي واموت لكن واقفا بازائي ارضي هنا في القلب بين اضالعي ومدينتي ضوئي وبعض ابائي قصيدة للنخيل الباسقات سانتمي واموت لكن واقفا بازائي ارضي هنا في القلب بين اضالعي ومدينتي ضوئي وبعض ابائي قصيدة اخرى والعلها ايضا قد تدور في نفس الفلك في شجن اللحظة وهي في تأبين الراحل البصارة عليه الرحمة تشجرت وحيا ديف للحزن ساكبه نجاواك في رزء الحسين نوادبه تشجرت وحيا ديف للحزن ساكبه نجاواك في رزء الحسين نوادبه ولاعجك البكاء عرش ملائك وما كل صوت يقرح العرش لاهبه تنز بقايا الدمع غيبا مؤثثا كما رق للبوح الرسولي طالبه وتحرث عمرا كالنبوات فجره مضيء وأعواد الطفوف كواكبه تكربلت طفيا حداء كدعبل على رغم أن في الموت تمشي مراكبه أصاخت لك الدنيا فأسهرت ظلها بنعي له حتى السماء تجاوبه وعطشت ماء الوقت في كل شهقة كما اشتاق للماء الحسيني طالبه وعطشت وعطشت ماء الوقت في كل شهقة كما اشتاق للماء الحسيني شاربه يعاتبك الشوق الذي تستفزه حنينا وفي أم الكتاب تعاتبه وكم كنت رحالا تجوب سوان عوالما من الوجد نهاما وقد غاب غائبه وصليت سهارا على دكة اللضاء وقلبك أشهى معبد هام راهبه قليلك يكفي لابتكار صداقة مع الورد بل أندى من الورد واهب مع الشاعر حسن حليل أنخت ليسق والروح بيد وعاطيت الجواب شب من يهيد وما زجت الجديد بما تسنى وإن يكفيك أرهقه القعود وفضل الله أستاذ السلام عليكم ورحمة الله أشكر منتدى الثلاثاء على هذه الدعوة الطيبة ويشرفني أن أكون أمام لحظاتكم ألقا يخامر حسها رهف ألقا يخامر حسها رهف وتهم نحوي وهية قدف وكذا تأرم ثغرها وحكا يا للتعاسة أيها الخرف أتهيد نارك وهي باردة ويحوط نار بلادك السعف عجبي وقفت وما ذكرت بها أمرا لساستها ومن سلف من مشبعين ترابها بدم وعن الأزيز فؤادهم جنف قالوا السياسة قلت قد جعلت في موطني رأيا سينقصف قالوا السياسة قلت قد جعلت في موطني رأيا سينقصف تعبت زعامتهم وما فلحت إلا على الأديان تختلف كل يقدس نفسه كرما وكأنه لخليفة خلف ماذا جنوا إلا يدا تركت جذاء يسلخ جلدها أسف عرب ومجلسهم تضج به تصفيقة عرب ومجلسهم تضج به تصفيقة لوزارة تقف وتدور مبخرة تفوح بها أنفاس حي قوته سحف عرب ومجلسهم تضج به تصفيقة لوزارة تقف وتدور مبخرة تفوح بها أنفاس حي قوته حسف ومقاعد صوت الأطيط بها صوت الفقير وحسه لهف طمعت حشاشتهم فكان لهم أنطولب والطالب الشرف لم يكتفوا بممالك لهم لا تنحصي أبوابها خزف أمليحة صدحت تعاتبني أن البلاد كرامها قطفوا قولي لمن ورد العيون بما ترك الكتاب لهم وقد عزفوا إلا من اغترف المياه بها لكنهم شربوا وما اغترفوا قصيدة أخرى بعنوان ارتعاشات الحب بكيت فغنى من بكاء يساجع بأرواع قيثار وكم ناح سامع وكم رن بالأجداث حتى تأرقت له من شتات القلب تلك المضاجع وهبت لربات الخدود مواردا تجف إذا ما يرتجيها منازع لماذا تصد العين عن كل صادق ويفتح مرآها كذوب مخادع تعجمت حتى لا تراني صحابتي كئيبا بلا نجوة شريدا أنازع وأطعمت أهوائي بما لا يضيرها فلا القلب ذو فضل ولا العقل جائع ولكنها الأقدار تلهب لاعجي وتهجرني بالليل والصبح طالع فما بين أوجاعي وبهجة خافقي رأيت عيونا في عيوني تطالع وتخزرني كالذئب يخزر صيده فما عدت أقوى غير أني أطالع تقول ولا تدري أأنت معذب أأنت وراء الحلم حلما تتابع أأنت وبالجوزاء تطلب قطرة وتعلم أن البحر بالماء نابع أأنت بحد السيف تضمن مأمنا وتعلم أن السيف للنحر قاطع تراجع أيا هذا ألم تك عالما بأن صفيح الدهر بالنار لاذع ألم تك مفتونا بعين جميلة لتعلم أن الحب للنفس خادع بلى يا ابنة الأفذاذ إني متيم بعينيك لكن الحياة تمانع وتغنم مني بسمة بعد راحة كما اغطنمت بعد العراك المباضع وتعوج بي حيث استقامت بوادري إليك ولا أدري على ما تنازع فلست خليطا من حماقة عابث ولا أنا في قولي إذا قلت راجع ولكنني أصبو إليك وأرتمي كما ترتمي فوق الرقاب القواطع فأما إلى حب يحفز مهجتي وأما إلى موت على القلب واقع بسم الله بسم الله شكرا لا يسعني بين الجولتين إلا أن نرحب بالضيوف الكرام كما نرحب بمنتد ابن المقرب الأدبي حضوره تجشمه المجيء أستاذ علي أستاذ باسم أستاذ ناجي حرابة أستاذ زكي السالم أستاذ محمد الشقيق جميعهم نرحب بكم الشقاق كما ننوه بحضور المعرض التشكيلي للفنانة زينب حسين الماحوزي من مواليد مدينة القطيف عام 1412 هجرية المؤهل علمي خريجة الثانوية الرابعة بالقطيف فنانة مشاركة على مستوى الوطن شاركت في العديد من المهرجانات لعل أهمها جمعية الثقافة والفنون معرض جماعي بمناسبة ملتقى الفنون التشكيلي الأول بنجران معرض أمجاد الوطن بمناسبة الاحتفاب اليوم الوطني بفندق النفتيل معرض بمهرجان الجنادرية بالرياض أيضا معرض بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية هناك الكثير من المشاركات طبعا مهرجان المحبة بمملكة البحرين بالمرسم التشكيلي بالريف مول جدارية جرافيت بمهرجان الخبر ملتقى إبداع السياحي بالأحساء بقصر الإبراهيم ملتقى إبداع السياحي المقام ضمن فعاليات وبرنامج صيف أبهى مهرجان أبهى يجمعنا بقرية مفتاحة التشكيلية 2011 تقدم التشكيلية كلمة تشكيلية زينب المحوزي كلمة عن تجربتها في هذه المشاركات والمهرجانات السلام بصراحة أنا ما حضرت كلمة كلمة رسمية بس حبيت أن الكلام يكون عفاوية بدايتي بالرسم كانت لما كنت صغيرة في ابتدائي كنت دائما أحب أتحدى الشخصيات الكرتونية التي كنت أشاهدها فكنت دائما أطلع كراسة وقلم وقعد أحاول أني أرسمهم وهم يتحركوا لاحظت يعني أم وبي أني طول الوقت فعت حل كراسة وشذي من بعدها من بعد أول ثانوي حبيت أني أدرس دورة وأخذ دورة تشكيلية في مركز الخدمة الاجتماعية كانت كانت عند على يد الفنان الأستاذة بدري السويد ومن بعدها حبيت أني طور نفسي أكثر وأكثر فأخذ دورة عند الأستاذة أول خالة أنا أفتخر أني أنا 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 ديها خالة الفنان مهدي أل طالب كانت بالنسبة لي بحر دائما أنا أقول لها استاذتي أنت مبحر بالنسبة لي أضافت لي الكثير يعني وأول أول إنتاج من هذه الدورة كانت لوحة العصفور البنية التي أتفائل فيها بشكل كبير بعدها كنت محنوضة أني صرت عضوة في جماعة إبداع الفنون تحت رعاية الأستاذ عبد العظيم الضامن فالأستاذ مو دائما يكون أو الأستاذ مو دائما تكون الأستاذ يعني أنه درسني أو أن أستاذ درستني الأستاذ عبد العظيم الضامن كان بالنسبة لي أستاذي في الحياة كنت أجهل وشو هو بالنسبة لي عالم الفن أو كيف أني حتى أوقف كتام اللوحة وأني أشرحها فكان علمني معنى الحياة وعلمني كيف أني أتصرف في المواقف هذه الحمد لله يعني شاركت من إبداع للفنون بدأت أن أشارك في كذا مع رضي في المملكة وكانت إلي الحمد لله مشاركة أولا في خارج المملكة في إبداعات سعودية في الأردن كان هناك عدنا ملتخى بعدها حبت أني أوسع تجربتي وكنت مهضوضة الحمد لله أني كنت مع الفنان السريالي حسن أبو حسين في المعرض الثنائي لحظات من بعد هذا المعرض الحمد لله كان ناجح صحيح أنه كان صغير بس الحمد لله من بعد المعرض لحظات ضليت ضليت تقريبا شهرين ما أرسم كنت أفكر في تجربة جديدة وإن شاء الله في 2012 في تجارب عن الموناليزا وإن شاء الله أعرضها لسه ستار عليها يعني ما أدري بس إن شاء الله أوعدكم وأنا ما أقول كلمة أوعدكم إذا كان عندي شي إن شاء الله وعد مني إليكم أنني أحاول أبهركم في معرض شخصي إن شاء الله ترقبوه قريب إن شاء الله شكرا فتشوا كل أواني الياسمينات الحييات الفتيات لتلقوا جسد النهر إذا قعانه بللها ضوء قمر وابحثوا كل خمار لفه الوجه السماوي وما خبأ أسرار القدر مع جولة أخرى مع الأستاذ علي مكي الشيخ تفضل مرحبا بكل الضيوف وبمنتدى ابن المقرب وكل الأحبة القادمين هنا لعلنا ننتقل إلى ضفة أخرى في فضاعات أخرى مما قدمنا في الجولة الأولى هدايا شوقنا قدر ولعل يقدمها بمقطوعة أيضا كانت شبه ارتجالية كتبت على صفحتها كلمة قائلة كن لوحة لأكتب أو لأشرح درس حبي عليك فجاءت هذه الأبيات أنا يا حلوتي نبض يغني للهوى بوحة ولي قلب ببعض الحب يشعل للقى فرحة وقلبي وعشقي لوحة تشتاق في درس الهوى شرحة خذيني واشرحي درس الهوى في داخل اللوحة هدايا شوقنا قدر سأهديك رقصي وما يشتهى غنائي إذا لم يقله فمك سأهديك رقصي وما يشتهى غنائي إذا لم يقله فمك تعال ابتكر لي فمن راقصا فعمري هنا كله موسمك على مبسمي كم أذبت الهوى وكم كان يسكرني مبسمك على وهدة الروح أضرمتني لهيبا وقلت الهوى يضرمك وكم قلت لي حين داعبتني بجفن أهذا الذي يهزمك وكم قلت لي حين داعبتني بجفن أهذا الذي يهزمك نجاواك ليل ولحن نجاواك ليل ولحن هوى وثغر على سكره يؤلمك أحاول فهم ابتكار اللضى بعينيك كيف اللضى يفهمك ويفضحني لون غمازتيك ومن ذا له قدرة يقتمك وكم قلت لي حين داعبتني بجفن أهذا الذي يهزمك نجاواك ليل ولحن هوى وثغر على سكره يؤلمك أحاول فهم ابتكار اللضى بعينيك كيف اللضى يفهمك ويفضحني لون غمازتيك ومن ذا له قدرة يقتمك فوالله لا جنة تشتهى إذا أنا في الخلد لا أخدمك أذبت الجمال على وجنتيك فهذا ملاك السماء يرسمك وهل عذر من هام شوقا إليك سوى بعض ما سددت أسهمك ترأيت لي فاستح الطينتي وراحت على غفلة تلثمك ترأيت لي فاستح الطينتي وراحت على غفلة تلثمك تشابهت والماء في دهشة وحقك وتشابهت والماء في دهشة وحقك لون الضمى توأمك ربيعك يغرين خيل الهوى بقلبي تداعبها مريمك وجفناء تشابهت والماء في دهشة وحقك لون الضمى توأمك ربيعك يغرين خيل الهوى بقلبي تداعبها مريمك سأهديك بعض الذي قلته عن الحب أحلى فمي أنفمك معي رخصة تشبهك لقد كنت أشتاق أن أوصلك فقل لي بربك من أخرك لقد كنت أشتاق أن أوصلك فقل لي بربك من أخرك وتعلم أن الهوى فتنتي تبعثرتك الهجر إذ بعثرك لعينيك أسهر يا سيدي وأنت وحقك من أسهرك جميل هو القلب حين اشتهاك وحين انتهاك وقد أسكرك حنانيك لا تطلب المستحيل محال على القلب أن يهجرك تعودت في كل شيء أراك ملاكا فسبحان من صورك لقد كنت أكثر وجه أراه ويطربني فيك ما أكثرك وكنت تشارك رقص الغناء ألا حب ذا رقصنا المشترك وتعبر فيي الصبا والصبا وما زلت أشتاق أن أعبرك هو الحب أقدارنا في الهوى وأنت دمي في دمي قدرك ترفق على بعض آهاتنا فلي دمعة تشتهي محجرك ولي سلة من لهيب الأسى إذا غبت أشعلتني مجمرك وما زلت تكتبني في الهوى رسائل كم غازلت دفترك وما زلت تكتبني في الهوى رسائل كم غازلت دفترك وفتشتني كل نبض به حروفك والقلب قد دثرك تعنب ثغر اللظى في فمي لأن فمي قبلة أثمرك ألا يلمسافر في رعشتي أبحت لعيني ما أبصرك سلام على ليلة بتها أناجيك يا ليل ما أقصرك معي قبلة وحي رمانة بقايا فمن ذنبه طهرك أنا يا صنيع الأنا دائما يؤرقني أنا يا صنيع الأنا دائما يزررني ثوبك الزررك على اسمك كررت فضح الهوى فعاد الصدى فعاد الصدى فعاد الصدى أنت من كررك كان من المفترض أن تكون الشاعر سحر العبندي ووشمها على كتف البنفسج يغرد ما بيننا في هذا المنتدى هذه الليلة إلا أن ظروفا حالت بين مجيئها أو حضورها في هذا المنتدى سنقرأ مقطع من وشم على كتف البنفسج أزف البنفسج أمتهن الرقص وأفتح القميص على أول غواية للسطر كعطر أحمل بعض المعلبة في زجاجة رشيقة وبعض مخبأ في وشم على كتف على كتف يرسم ابتسامة الربيع على صمت شفة النهر يزل الدفء فوق عنق المدى أما الآن مع جولة أخرى مع الأستاذ حسن حليل عواطف الليل تجرد من حشاشته اللباب وعين الليل أطبقها الهذاب تجرد من حشاشته اللباب وعين الليل أطبقها الهذاب ونشوان الصبابة قد تصحى وأوجف خافقي شبح مهاب وجاور مرهفات الروح دمع فلا فرح فلا فرح عليه ولا مصاب وشاور ما تسلط في خوائي ليفتح من ضنوك العيش باب فيالي من صدوق حين أدعو ألا ليت المشيب هو الشباب إلي تأججي وهوى أفيقي فثغري مشرع وبه رضاب وخلي ما أمامك من شتات كشمس حين يكشفها السحاب وشقي جيب فاتنة وجودي ولا يخشيك ما فرض العقاب فكم من مذنب وهو الملبي وكم من زاهد وهو المعاب وشقي جيب فاتنة وجودي ولا يخشيك ما فرض العقاب فكم من مذنب وهو الملبي وكم من زاهد وهو المعاب مريءك جوفه جمرات شوق وفوق سطوحه برد شراب ونهدك واحد يغزو أخاه وآخر يستجيب لما يصاب جمالك مترف يكسوك حسنا ويحرم أن يغطيك التراب أمرهفة البدين ورب وجه يروع شحوبه جنفا غياب وثم تلاعج مما تردت عواطف منهك فيما يشاب يصارع مطمحا وله انتصار وتارة يرتما وله انقلاب إليك لأستهل رماد وعدي وأبدل ما يلح بما يجاب وأزدجر المرارة حين تذكى وحين يهد شاهقها الذهاب لمن تصلى قريحة مستميت شحيح دهره وبه عذاب ألست بواهب الجوزاء ماء وكانت قبل يسكنها السراب ألست بملهم الزفرات صبرا إذا ما جاء يخدعها الأياب فيا من خالطت غثيان روحي وظل رحيقها بدمي يذاب ضعيني بعد حين في سماء لأعلم ما يخبئ للشهاب فأما فوق صدرك مستريح وإلا جاء ينعاني الغراب شفتايا توقفي يا أغاني وقرئيني على ضفاف الأمان بل للعشق بارتعاشات شوق من جنون يطيل عمر الثواني وهمسينا على الشواطئ نجما يحمل القلب في لحاظ المعاني سكك رشفة هرولة الماء جدول من مدينة الهديان وشرود خواطر الليل تمضي في فؤاد مبهرج الوجدان معك يا أبا حسن في هذه الجولة الثالثة والأخيرة بعض الفراق محبب أنت الصباح وجفنك الإشراق أنا في هواك مسافر مشتاق أنت الصباح وجفنك الإشراق أنا في هواك مسافر مشتاق شفتاك لغز يستثير صبابتي ولذيذ بوحك كالفرات يراق كم كنت بالغزل الشهي تثيرني وجعا ويغريني فم وعناق لا تهجر الليل الذي كم ضمنا وتسربت من بوحنا الأشواق ودموعنا نشتاق بعض حنينها إن المدامع في الهوى عشاق ما عاد لي عتب على أوراقنا إن الذي فضح الهوى أوراق ما عاد لي عتب على أوراقنا إن الذي فضح الهوى أوراق ما بيننا سهر وبعض رسائل وشهية قد لفها الإخفاق وحكاية ووشاية ونكاية ودعابة وهدية وسباق وقصائد إن غبت غاب رفاقها إن القصائد في هواك رفاق قالوا بأن الحب ميثاق الهوى هل غاب عمدا بيننا الميثاق أم إنني أخطأت فهمك في الهوى عذرا فما كل القلوب رقاق يا سيدي قالوا بأن الحب ميثاق الهوى هل غاب عمدا بيننا الميثاق أم إنني أخطأت فهمك للهوى عذرا فما كل القلوب رقاق يا سيدي ها قد أتيتك شاردا فاشرح يقينك أيها الخلاق علمتني أن الشفاة ملائك خلقت لنا ورسولك الأحداق ما بيننا وصل قديم بعضه أحلى إذا خدش الوصال فراق بعض الفراق محبة فكأنما يحلو لجرح العاشقين مذاق من ثقوب شهيتي للهجر في لغة الهوى أسباب كم دا قطعم عذابه الأحباب وأنا فراقك يستثير صبابتي رحماك يحلو في هواك عذاب شيء على سهر اللظى يشتاقنا سكرا وتسرق بوحنا الأكواب ألهبت خارطة الضلوع بغمزة فإذا هواك بخافقي لهاب غالبت بعض الشوق في ردهاته لم أدر أنك في الهوى غلاب وهزمتني من أول القدح الذي صغناه وحيا والرسول شراب كنا بهذه الأرض أغرب قصة والعاشقون بأرضهم أغراب زررت ثوب العشق في صلواتنا قبلا حاولت أن ألج القصيدة معربا في ناظريك فخانني الإعراب زررت ثوب العشق في صلواتنا قبلا تطرز سكرنا الأثواب حاولت أن ألج القصيدة معربا في ناظريك فخانني الإعراب سحر الهوى أم ربكة الوجد الذي يلد نبوءة أم فم مرتاب هل يصدق الوجع المعبأ في الهوى كالشعر رغم جماله كذاب ودخلتني من دون إذن هكذا هل في الهوى أن تطرق الأبواب ودخلتني من دون إذن هكذا هل في الهوى أن تطرق الأبواب عيناك لي منفا وكل حقائبي قد شدها نحو الغياب غياب عيناك ما مرت ببعض حدائقي إلا انتشت بهيامها الأعناب خذني بربك حيث ما شاء الهوى خذني وإن أغرى العتاب عتاب أغويتني جفنا نديم صبابة والجفن في شرع الهوى محراب أهواك فادخل من ثقوب شهيتي لا باب يغلقني فأنت الباب أهواك فادخل من ثقوب شهيتي لا باب يغلقني فأنت الباب وحدي معي غيم انتظارك شاردا وعلى فمي تترنح الأنخاب وحدي على الأعتاب لي سهري ولي دمعي ولي ما تشهد الأعتاب من نقوش مائية وها كل أشياء إذا زرت بعضها تغافل إحساسي فألقاك داخلي أحتاج قربك لم لم بعض أجزائي أحتاج قربك لم لم بعض أجزائي بعثرت صمت الهوى في كل أشياء سواد عينيك لغز لست أعرفه لكنه دائما يجتاح إغرائي أحتاج نصف عناق بل الناس شطار في الرياضيات شباب أحتاج نصف عناق ربع ذاكرة ثلث الغناء الذي يكفي لإعيائي لو كنت تسأل عن عشقي أجاب دمي أحياك من ألفي شعرا إلى يائي عيناك أجمل ما فيها من اللهبي المنجور تبع ما شاء الله عيناك أجمل ما فيها من اللهبي كأنها في حكاية الشوق بعض نبي عيناك أجمل ما فيها من اللهبي كأنها في حكاية الشوق بعض نبي هي التي أغرت العشاق نظرتها لأنها انسكبت في رقصة العنبي ورشة الوحي ورشة الوحي فيها أيقظت شغبي والعشق ليس له طعم بلا شغبي ورشة الوحي ورشة الوحي ورشة الوحي فيها أيقظت شغبي والعشق ليس له طعم بلا شغبي عيناك فتنة شوق حاصرت جهتي ونار جذوتها قد أشعلت حطبي لعل في كلمة أخرى إلى الأستاذة زينب الماحوزي تقدمها أيضا لكم لعل في تلميح ما أضافت خلال الكلمة السابقة تتفضل أستاذ اشتركوا في القناة عادلا أني مااني حابة أطاول عليكم بس أنا كنت أستنى شخص شخص أنا أسميه عمي والعام عادة بمثابة الأب دائما يعني هذا الشخص خلنا نقول إنه هو عطاني أكثر تشجيعه والشي الغريب إنه هو ما تواجد في أي معرض من المعارض اللي شاركت فيها مآهدة كان دائما يتصل ويسأل ويقول كيف المعارض وكيف المشاركات وما أنا حابة أطول بس أنا حابة انتظر هذا الشخص حتى أنا أشير إليه لازم لازم تطلع عمي عيسى العيد أبو هادي عمي إلي عمي أنا وعدتك من قبل إنني أهديك لوحة فإلك لوحة أي لوحة أنت تفضلها إلك اعتبرها أن هي إلك بس بس خلك بعيد عن الطيور لا تختار الطيور فأني ممكن ما لاحكت على عمي إلا شوي يعني ما لاحكت عليه فالله رزقني بعم مثله أنا أفتخر دائما أنا أشير إليه لأنه عمي أستاذ زينب في لوحات للبيع في من اللوحات للبيع هادي كلهم للبيع كلهم للبيع أسمعوا الله يحب يقتني لوحة للأستاذ أما أبو هادي بلاش يتكي أما الآن مع الأستاذ حسن حليل في جولة الأخيرة تفضل أستاذ بعد ما خربناها بالغزل نختمها بشوية من الولاء قصيدة بعنوان من جفن كربلاء أنا أختلي السقاء أنا أختلي السقاء والروح بيد وعاطيت الجواش بمن يهيد وما زجت الجديد بما تسنى وإن يك فيك أرهقه القعود أذاب على الهدير له حنايا وألقاها فما طمرت تعود على جنبيك أغرب كل غرب وآخر مشرق وله ركود وأودع فيك منتفضون وجدا أمانتهم وإن عز الفقيد ومنك لعارفون بأن سرا إليك بكنه خالقهم فريد وإن لذاكريك فمن يصلي وفي لحظاتهم بصر حديد تمج على المشيحد من فيغدو مزانا بالغنى وله خلود فما سماك ربك حين سما حسينا حيث يرسمك الوجود وإن أمعنت في الحسن المفدى رأيت خصالكم أبدا تجود فحاؤك حاؤه والحاء تعني إلى العرش المجيد يدا تقود ثمانية من الماضين تسري بعرش الله أربعة شهود فنوح والخليل وكف موسى وروح الله من شرف يسود وأربعة صلاطين البراية على الدنيا جحاجيح وسود رسول الله والكرار فيهم وكف الفرقدين بهم تزيد سمانية من الماضين تسري بعرش الله أربعة شهود فنوح والخليل وكف موسى وروح الله من شرف يسود وأربعة صلاطين البراية على الدنيا جحاجيح وسود رسول الله والكرار فيهم وكف الفرقدين بهم تزيد وأنت لوترهم ولأنت شفع يهيج لذكره الفجر الولود ليال فيك عشر مرهفات يطالع نجمها جفن سهيد يعاشر سودها حتى تراءت إليه مصارع حمم وسود رآ منك الدم المهراق يجري ويتبع سيله الأمد المديد يمر بخاويات الدهر حتى يلابس عصرها ثوب جديد يجالس بائسا ويفك أسرا ويطعم جائعا وهو الزهيد وألفا ليث هاشم مستميتا شبابا في محياه الورود شبيه المصطفى خلقا وخلقا تموت بظل صارمه ثمود تجلى فيه أحمد فهو بأس هوت في قعر خندقه الجنود متى ثقل السلاح به ليضمى ويرجع واللسان به جمود أراد لسانك الحران أراد لسانك الحران ماءا حديد حن يرشفه الحديد وألفا ليث هاشم مستميتا شبابا في محياه الورود شبيه المصطفى خلقا وخلقا تموت بظل صارمه ثمود تجلى فيه أحمد فهو بأس هوت في قعر خندقه الجنود متى ثقل السلاح به ليضمى ويرجع واللسان به جمود أراد لسانك الحران ريقا حديد حن يرشفه الحديد وعاين فارسا ما زال طفلا ولم يذبل به في العمر عود وريث المجتبى حمدت خطاه مشى للموت وهو له مريد تخاطبه وأنت عليه تخشى لقد عزمت لمقتلك العبيد وإنك بالضمى تزداد حرا وإن الماء يمنعه الحقود فضع في ريقك المزدان فصا إلي فإنه نبع مجيد وإنك يا سليل الحسن نخل وخاتم إصبعي طلع نضيد وروع قلبه أن رحت تمشي وخلف ردائك الطفل العفو وراعك لامست كفاك كفا على رعشاتها الماء البرود تصدر صولة العباس فيها بأن تهوي وينتصر الشهيد يد فراسة سحقت عداها وقد نضجت بقبضتها الجلود فبذلها جلودا كي يراها تذوق عذابه وبها صديد كأن النهر غادر ضفتيه وجاء لراحها زلفا يريد وروع قلبه أن رحت تمشي وخلف ردائك الطفل الوليد مشيت مصدقا بالله قولا وكبشك في محاجره الصمود كأنك قد رأيت به ذبيحا كإبراهيم ألهمه الودود رميت أمية نكراء سبعا ولم يغويك شيطان مريد نشرت قماطه فغدا سماء يلطخها من الشفق الوريد وأعظم ما رأى حجر مشين يحطم موضعا فيه السجود بكته الكعبة النوراء حزنا وقالت مثله حجرا أريد أواسي فيه فاطمة وأشجي عليا فالأسابهما قعيد فجاء المنجنيق لها برمي وللفعلين مرتكب يزيد وأعظم ما رأى حجر مشين يحطم موضعا فيه السجود بكته الكعبة النوراء حزنا وقالت مثله حجرا أريد أواسي فيه فاطمة وأشجي عليا فالأزا بهما قعيد فجاء المنجنيق لها برمي وللفعلين مرتكب يزيد وأبصر في السماء شعاع برق ورعد صواعق هلعا يبيد فهم مسائلا ما كان هذا ومما ذلك الفزع الشديد أتيت تجيبه وكشفت أمرا خفيا ليس تدركه الحدود وقلت البرق لهو بياض قلبي يغوص خلاله السهم الجحود حوافر خيلهم طحن الضلوع فتكسير العظام هي الرعود وشاهد زينب الحوراء تهفو إليك وأنت معتفر بديد مشت في خطوها دهرا طويلا وبينك والطريق لها وبينك والطريق بها بعيد فإن وصلت تراك ومنك نحر تقبله ملائكة حشود يصبغ جبرائيل به جناحا فمنه الوحي منتشر سديد ويصنع منه إسرافيل صورا يصيح لقد أتى الوعد الوعيد هنا فزعت إليك بغير حال ومن زفراتها شمخت خدود تنوح وتستجير وكم تدوي عليك وأنت منتصر سعيد كذلك يصطفيك الله حتى تخلد ذكر مصرعك العقود إذن القصيدة الملحمية ما زالت بخير مدام حسن نحليل موجود أتصور أنه قدم قصيدة ملحمية يعني لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في واقعة الطف إلا أحصاها جميل أستاذ حسن سنتوقف مع عشر دقائق إلى رب ساعة مع المداخلات ومن ثم نختم الأمسية السلام عليكم أولا نشكر هذا المنتدى على هذه الاستضافة الكريمة للشعراء الكريمين طبعا الشعر هو ذوق أخلاقي وإبداع إنساني في هذه الليلة أبدع كل الشاعرين في هذه الأمسية وأنا حقيقة سمعت الأستاذ حسن قبل أسبوع في منتدى القطيف الثقافي وأعجبت بإلقائه وأعجبت بحفظه أيضا أستاذ علي مكي طبعا أنا سمعته كثير ولا أزال أشتاق لي سماعه أيضا فيعجبني الشعر الذي يحفظ شعره حتى تكون الإلقاء يكون إلقاءا مبدعا وأتمنى من الشعراء أن يحفظوا شعره عن ظهر قلب والشعراء طبعا يعرفون مدى تفاعل المستمع مع الشعر الذي يحفظ شعره ويلقيه عن ظهر قلب لأن القراءة في الورقة قد تأخذ نوعا من الإنجذاب للمستمع وشكرا لكم شكرا أستاذ الحق بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على هذه الأمسية طبعا أنا أحب الشعر وأتذوقه منذ الصغر طبعا أول ما حضرت إلى أستاذ أستاذ حسن حليل أعجبني كثير جدا في إلقاءه في منتدى الكطيف الثقافي وشدني كثير الملحمة اللي أنت قاعد الآن تقولها لنا المفروض تقولها هناك عند الإمام الحسين عليه السلام الله يرزقنا ويرزقك إن شاء الله زيارة الإمام الحسين بالنسبة للشعر علي إحنا سمعناك كثير والحمد لله إبداع في إبداع لكن أستاذ حسن حليل لازم نصدفك عندنا إن شاء الله شكرا جزيلا في أمان أستاذ عيل بحراني بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسيرة الجميلة وهذا الوفاء لمن أثروا عليها فنيا وإن شاء الله نستمتع أيضا الآن باللوحات الموجودة ونتمنى لها التوفيق دائما إن شاء الله السؤال الكبير الذي يطرح نفسه عادة في استماعنا للشعر هو مدى تأثيره علينا يقول قديما إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس جديرا أن يقال له شعره هذه الهزة المطلوبة عند سماع الشعر ما هي؟ هل كل ما نسمعه ونستحسنه ونعيد استماعه يشكل متعة أو هدفا من أهداف الاستماع للشعر؟ هل ما نقوله هو ترف؟ هل ما نقوله هو لعب في الألفاظ والكلمات؟ هل هو لعب على المشاعر؟ هل المطلوب أن نستمع ما نحب سماعه؟ ما نأنس به؟ أو نسمع ما يجب أن يسمع؟ نسمع ما يؤثر فينا ما يغير شيئا فينا ما يدفعنا إلى عمل معين ما يغير نظرة معينة الشعر الذي يهز هو الشعر الذي يؤثر الشعر الذي يحدث نقلة يحدث دهشة يحدث تغييرا ما عدا ذلك يعتبر ترفا ثقافيا ترفا لغويا ترفا كلاميا نقوله ونعيده ونستحسنه ونصفق له أما الشعر الحقيقي بالفعل هو الشعر الذي يؤثر فينا يدهشنا يغيرنا حقيقة أنا سعيد بهذه الأمسية وبهذين الشاعرين الجميلين ونشكر أيضا منتدى الثلاثاء على هذه الفرصة وشكرا لكم جميعا شكرا أستاذ علي آخر مداخل إذا كان في سؤالين للشاعرين قبل أن نختم تفضل أستاذ محمد شكرا جزيلا لهذه الأمسية الجميلة مهما تحدثنا عن الشاعر علي الشيخ والشاعر أيضا حسن حليلنا لم أستمع له كثيرا ولكن هذه الليلة استمعنا الكثير والجميل شهادتنا تظل مجروحة في زملاء وأصدقاء ورفقة الشعر في الحقيقة قدم لنا قصائد جميلة هذه الليلة حلقنا معها واستمتعنا في عالم الشعر وعالم الكلمة وكذلك لا ننسى يعني أيضا كان هناك تمازج بين الشعر وبين اللوحة فأيضا كانت هنا تجربة جميلة حاضرة وبقوة هي تجربة الأستاذ زينب المحوزي وهي تجربة مميزة شاهدنا الكثير من اللوحات لها وهي أيضا لا زالت تقدم المزيد من الإبداع وهي تتجه صعودا وهي من أيضا الفنانات التي نفتخر بهن في منطقتنا الغالية وفي وطننا الحبيب كذلك شكر جزيل لكم وليس لدي إلا كلمة شكر وأيضا لمقدم الأمسية الصديق فريد النمر شكرا إلى هنا نأتي لختام هذه الأمسية شكرين لكم هذا الحضور الجميل والمنتع جدا السلام عليكم